طيب ايه الخبر التاني معنا النهاردة الخبر التاني معنا من روسيا اليوم هل جمال مبارك قادر على المنافسة على رئاسة مصر خبير يكشف ليه روسيا اليوم تفاصيل همة مين بقى الخبير ده الخبير ده هو أمين صندوق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد المصري ياسر حسان عامل لقاء مع أرتي ومتكلم على موضوع جمال مبارك من كذا نحية وانا بقول الخبر متحاولش تاخد الظاهر منه اللي هو ايه اللي هو ان الراجل بيقول ان دي فكرة غير معقولة من ناحية التطبيق وانه هيواجه عقبات وانه مش عارف ايه وابن مبارك والموضوع ده صعب اوي لا خلي بالك من سطر واحد بس هيقوله الراجل ياسر حسان ده وهو خلاصة الخبر ويمكن اصلا ارتي نشر الخبر عشان السطر ده اوضح حسان ان ترشح نجل الرئيس يتطلب الحصول على حكم قضائي لممارسة حقوقه السياسية بعد مرور المدة القانونية عقب الحكم اوكي بيتكلم فيه جزء قانوني اللي بعده يمكن يظهر الجزء اللي احنا عايزينه شدر حسان انه عندما تجرى الانتخابات ويعلن جمال مبارك ترشحه للرئاسة ها نقرأ بقى السطور الجاية سيقابل بهجوم شريد وستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها بس خلاص الباقي بقى كلام دي بقى عادي انه لا يمكن اختزال القصة في انه قضية واحدة وعهد ممارسة لكن هو السطر ده هيحصل ايه؟ سيقابل بهجوم شريد ده بيحصل دلوقتي وستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها اللافت للنظر ان في حساب على تويتر اسمه تقريبا ايكاد بيعمل طريقة الشغل اللي اسمها الاكسبلينر اللي هو بياخد موضوعه ويبدأ يتقصى في الحقيقة ويبدأ يدور وراها لحد ما يجيب اصلها في موضوع جمال مبارك ايكاد دول عملوا سلسلة تغريدات او بحث كده او تحقيق صغير لطيف جدا توصلوا انه الحملة بتاعة دعم جمال مبارك والهجوم عليه هي حاجة مرتبة يعني ايه؟ يعني الكلام على جمال مبارك وجماله والرياسة ومش الرياسة دي مش حاجة كده هاب هازرد بتحصل كده انه اتنين تلاتة قاعدين مثلا في الحمام مسكين التليفون فقرروا يعمله تويت على جمال مبارك لا ده وصلوا القصة ان هي مدروسة وفي مجموعات مدفوعة انها تعمل الكلام ده انا هنا مش بقولك انا معه ده او ضده مش دي قصة لكن القصة انه في حد بيحاول يحرك ملف جمال الراجل ياسر حسان هنا لما يتكلم على انه لما يشتغل ستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها ده تهديد لجمال دي رسالة بتوصل لجمال مبارك على لسان الراجل بتاع الوفد قد يكون النظام اللي يقولها وقد يكون لا لكن دي رسالة الجمال انه خلي بالك يا جيمي لما نقرب من الجد لو قربت هتندم عارف انت السيسي لما قالك اللي قرب يجرب ولا اللي مش عارف ايه اه بالضبط كده انت لما هتقرب منهم هتجرب بقى الوجه القبيح لعبدالفتاح السيسي فهيطلع لك ملفات لم تكن تتوقع